السلام عليكم ومحببكم في قناتكم قناة لطيفة البوراقي وموقع للا لطيفة اليوم بحول الله سوف ندير وصفة سهلة وبنينة في المتناوال وهي الطاجير المغربي الغني عن التعريف بخضرة موسمية وهي الجلبانة والقرعة الخضرة المكورة تمكننا أن نعملوه إما بالجاج أو بالحمفت في الحالتين تيجي بنين إلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم تأبونا وشغلوا الجرس باش تصلوا بالوصفات المجرد ما نحطها بالقناة طابعة الحال الخضرة اللي ذكرت والجاج هو باش غادي نديروها الطاجين التوابيل كي بتتشوفو البزار الخرقوم سكنجبير الملحة شوية تعتومة الربيع وواحد الربيع نتاع الحامض مصير جوج معلقات تاع زيت الزيتون وجوج معلقات تاع زيت المائدة والماء الدافئ سخون باش نمرقو الطاجين ما الأفضل يكون ماء سخون باش ما يترتقش لنا الطاجين ويتكسر تنبدو نطيبوه في الطاجين وهو بارد يعني ما شاعلينش النار تنضيرو في الطاجين جوج معلقات تاع زيت الزيتون جوج معلقات تاع زيت المائدة تنفضلنا نخلطهم بجوج باش ما تتحرقش ليا زيت الزيتون تنزيدو في الطاجين اللب تاع الحامض المصير تعدك الربيع تاع الحامض المصير تنقطعوه نزيدو التوابيل مع الربيع والتومة طبيعي دلحال حتى الملحا ونشرملو الدجاج تاعنا في هاد التوابيل مزيان ثم نسدو الطاجين نشعلو النار ونشحرو الدجاج تاعنا حتى ياخد اللوم ضروري هاد الخطوة مجرد ما الدجاج ياخد اللون طبيعي الحال مره مره سنكونو تنقلبو فيه من كل جهة باش ياخد اللون غير تياخد اللون تنزيدو البصلة وتنحاولو نديروها تحت الدجاج لانه هي اللي غادي تكوننا الطبقة الاولى بتاع الطاجين تاعنا نعاودو نشدو الطاجين حتى تدبالينا البصلة على البصلة غادي تطلق لنا شوية على المتاعة غير تدبالينا البصلة تنستفو الخضيرات بالنسبة للقرعة تنقلبوها بطبع الحال تكونو غسلين تنقلبوها تنقلبو الجزء الفقاني والجزء التحتاني تنقطعوها على الجوج ويلا كانت عندك كبيرة تمكنك سيداتي تقطعها حتى على 4 تنستفو الخضيرات كيف تتشوفو طبع الحال حسب الضوق تنقلبو شوية تنقلبوه تنظيف ماء تنسل 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 مره مره نحلو الطاجين ونهزو المريقة ونحطوها على الخضراء باش تشبع لنا بالمارك ونخلي الطاجين طيطين بعد ما طيطين 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 يمكننا نزيدو واحد جمعي لقات صغر تاع الزيت الزيتون الى عجبتكم الوصفة وجربوها وردو عليها في تعليقاتكم شاركوه في القناة عملو جيم وصحاء ورحاء وشجعوني بنقر على أيم وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله